أكثر البلدان المتضررة بحسب خبراء الاقتصاد في أو البلدان العربية الموجودة في إفريقيا ستكون المغرب الذي يعتمد بكثافة على استيراد مصادر الطاقة في مقابل مصائبه قوم عند قوم فوائد الجزائر بحسب التقارير الاقتصادية ستحقق مكاسب من هذه الأزمة لأنها مصدر كبير لنفط ما بين أوكرانيا وروسيا خلات الدول المصدر البترول تستفيد عن الجزائر والدول التي تستورد البترول على المغرب تضرر ومصنودي بكثير ميساج من الجزائرين التي تريد أن تصف تحييين لكم كاملا كل شيء يقولون الجزائر عند الحق والمغرب لا يوجد الحق استراتيجياً لدي الجزائر عند الحق الجزائر احتياطين متاحة أكثر من ذلك لأن الانتاج الماضي في السنوات الماضية تصل إلى مستوى مليون ومتين بريل يومياً دابا كنشوفو احنا كجزائريين مستفدين البترول كل شيء مزيان الأتمينا مزيانين وانتو ما كتعاني ومقز مين ومكرفسين دونك الدولة الجزائرية استراتيجية وكتشوف حسن الدولة المغربية والبترول أهم من قاعد شيء لقد ديروا قاعدوا كل استيتمارات وديك شيء مستعلينا فيهم رأسنا كالمغرب مختاميش احنا دابا كنشوفو حرب كنشوفو إزمة للجزائري اللي مستفد الجزائر رفع مستوى إنتاج النفط بمقدار عشرة آلاف برميل في اليوم كنت المقاول قلت كتباغ ليلينا المغرب سوف يفوت للجزائر بالبترول الاقتصاد المغربي واعر فينا ود شدة كذلك نقول اليوم في 2022 في مارس 2022 الاقتصاد المغربي ما زال غادي يفوت الاقتصاد الجزائري بروح رياضي يا الإخوان وهالش البترول كانت لأعلى مستويات ديالو فاشدرك لكم الفيديو اللي فات توصل الشي 137 دولار الباري معمره وصل هذي مستويات هذي 14 من الأزمة ديال 2008 معمرنا عشنا هذي الارتفاع الخياني كل شي في العالم كيتشك العالم شقلب الناس ولو كيدروا ليك برانك على البترول ولو كيقولوا البترول ولا فرود ويد لوكس ولو والناس اللي ما باسع لهم اللي قدروا يديروا المعظم الناس ولو كيقولوا غير شروب بيك الله تغرمشوا الخدمة فوق العودات ولو كل شي كيبالي البترول ولا فرود ويد لوكس كيف مجمنا وصل ال 130 دولار وده بدك نشوتي هذا الفيديو هو بطل 96 دولار عود رابل إخوان أعير علاش عود طرف الإمارات والساؤدية غيتحلوا الروبين غيبدووا الترودوي وكتر من ذيك الواتير اللي كانوا كيصدروا بيهات بيدرو الصين عودوا القاو كورونا عندهم في البلاد أمرت أسلطات الصحية الصينية بإغلاق مدينة في شمال شرق البلاد في مسعى لوقف تفشي فيروس كورونا ويصدتوا مدينة كبيرة نسمي تشين زين فاشي 17 أصينا 5 مليون ناس آما تقريبا نص دين المغريب وبسباب هاد اللوكداون اللي دارو الشينو ألي ديك ندينا بقصة طالاب دي البترول وتاوي سبب من الأسباب اللي خلها هاد البترول إيضا ساوديو الإمارات هادوك العرض العرض مني كيطلع كيهبط التامان دابا الإخوان أرى الطالاب اللي هبطت تامان حتى الطالاب هبطت وأقولوا بأيه بزيان أعلى القديد للعرض والطالاب للناس اللي كيقولوا بأن الجزائر تفوش بغريب وزيد على هذا أن إيران وفنزويلا قرابتهم يحلوا العبينية ويدخلوا السوق يزودوا السوق بالبترول الروسي لمقص بصر آخر أيضا تعول عليه الولايات المتحدة الأمريكية وهو إيران عودة النفط الإيران لأن النفط الإيراني قريبا إلى السوق سيحل هذه المعضلة سيناريو آخر وهو الضفط الفنزويلي بالطبع فنزويلا تصدر كميات كبيرة وزيد على هذا أن أمريكان خرجوا ستين مليون باريل البترول للسوق من إحتياط الخاص لهم بشي إيكيليبري والسوق وهذا شيء تهوى خلال الثامان يهبط عندما هبطش الإخوان الثامان سنرى مضاعرات وحروب في العالم كامل لأن أبليجة للطول إيريجولي والثامان ويفيكسي والثامان ويخليوش يهرب بزاف وهذا شيء ديجعش نعم ماشي جديد للإخوان الناس اللي كيشوفوا ذبرك بيترول تنشط رأيت شيء ماشي جديد كانت في حرب العراق في 1990 طلعا طلعا صاروخية وعودت كارمة برش برشان غولف كريسس واي ماجر طريق على تظهر هنا في ويسكنسين هايير ايجي پرائز هايير ايجي پرائز هايير ايجي پرائز هايير ايجي پرائز 2008 اللي هالبارح عن إخوان رمه ما بعيدة شمت الزال ويجب بشي هالبارح صراحة بدينك نشرفوه موهم 2008 يا الإخوان شنو كانتر طلع البرميل ميو سبعة وعبعين دولار هايير ايجي بقى موصلنا شلد أتمينا دابا طلع ميو سبعة وعبعين دولار الماكسيموم لي وصلنا لي في 2008 وصل سعر البرميل إلى ميو سبعة وعبعين دولار وهو سعر يمكن الاقتصاد العالمي لم يكن يستطيع تحمله نعم هذا أعلى سعر في تاريخ النفط نعم دا الدنيا ديال غا تقرب عن دين كل شيء سيكون مرحباً ويكون مرحباً كل شيء سيكون مرحباً كل شيء سيكون مرحباً مثل المرحب وكل شيء هذا ليس صحيح في النام من الله ماذا سنعرف في جمعه في يونيو وشهر الستة يصلع الهيو سبعة وعبعين دولار في دي السعوان برا لإخوان دين نفس العام 2008 شحال تقولوا إلا البيترو هفطط لي واحد وعبعين دولار دولار هيا سمعتوا ممزيعاً من ميو سبعة وعبعين دولار هفطط لي واحد وعبعين دولار أزمة أزمة 2008 التي انهار فيها النفط من أكثر من مئة دولار إلى ثلاثين دولار في خلال ستة أشهر وهو نفس المدة تقريباً اللي انهار فيها في 2004 من يونيو لدي السعوان يعني كان هادروا على خمس شهور ست شهور وهدي ماشي نهاية العالم كان هادروا على أزمة تقدر الدوم خمس شهور ست شهور بحلف التسعينات وبحلف 2008 وكان عود مذكركم بأن 2008 كان وصل الثامن كتر من 2022 دابا غادي رجعوا الناس اللي كيقولوا الجزائر مستافدة والمغرب ضائع والجزائر دكية والمغرب ماشي دكي أيها عندكم الحق الاخو عندكم الحق في المادة القصير كان هادروا على الاخوان على ست شهور خمس شهور تقدر الجزائر تكون مزيان وقعدوا كونوا ست طيرين تقدروا يخشوف جيبهم مزيان كان هادروا على خمس شهور ست شهور في المادة القصير الجزائر رابحة والمغرب خاصر ولكن في المادة الطاولة الاخوان را كان هادروا على دولة را ما كان هادروا على فرعشة فدرب عمار دولة الاخوان را مشي أطاش ولا فريلانسة الغيضرب اليوم مغدى الله يعمل دولة رخصت بقى خمسمائة ستمائة ألف عام دابا من شرحت لكم ما تشموا بالصاب هاجيوا نهادر لكم على الخطة وستراتيجية دي المالك محمد السادس في 2008 وصلنا الرقور إستوريك تاريخي دي الأتميناد البيترو هذا أعلى سعر في تاريخ النفط في 2009 جاء المالك المغرب محمد السادس ويدير استراتيجية دي الطاقة فنعطيكم بعض الأرقام الاخوان دي لتكشي اللي كين حاليا في المغرب هادو أرقام دي 2021 هادو الأرقام الاخوان دي لتكشي كامل وصلنا مغرب كل كالا فتح المالك محمد السادس أستاري في المغرب بدأت مشاورات واسعة لتقديم مضامين التقرير العام لنموذج التنموية المقترح للبلاد والذي يتضمن تشخيصا لأخطاء الخطوط التنموية السابقة ومقترحات لاعتماد سبل جديدة لتحقيق نهضة اقتصادية بحلول العام 2035 سيدنا في 2008 وطلع البيتراولي حنا ما كنا نجوش البيتراولي وعرفنا التوجه العالمي تزلنا الواحد لأفيزياء اخرى والذكر التوجه العالمي في الغادي العالمي كان واحد اللجنة الاوروبية اسمية كاف داروا عتبات على الانبيعات دي السيارات ليميسيون دي السيارات ولو كيعاقبوا لالي كونسسيونير والصماء دي السيارات ماذا يعني؟ بشد، أنه كان هناك للا من جنوية سيارات الولايات الولاياتية السيارات الولاياتية هي الملسيين في سيارات الولايات التي تعطي الولايات هذا السيارات ليس للمسيون دي السيارات من 875 مليون دي سيارة سيارة وavinو وكسوين وصف وغن وبي ووو موسيقى لا نسيت الجزائر نستأكسين نستطيع التعامل نستطيع التغاية نستطيع التعامل نستطيع التعامل نستطيع التعامل واستطيع التعامل وتعالفتح هذا هو هو المغرب يحتاج التعامل يحتاج التحليم يحتاج الوظائل لا يزيدنا يا إخوان كل الوطنية الأوروبية تأتي بأحد من قانون التي تجعل كل الهرارية ترميك لديزيل وإنسانس أو شيء من منذ 2040 2040 لماذا تنتج لديزيل وإنسانس لماذا تنتج لديزيل وإنسانس أو حرارية ترميك 12 directives l'une des plus frappantes c'est qu'en 2035 on ne pourra plus vendre de voitures thermiques ni hybrides rechargeables مغرب كيهدر 2035 هدو كيهدروا 2040 اشتقنش المعلومة مهمة الإخوان تكون عند الدولة وما تسمعوش 2040 الإخوان رب الزافر رعنا الباق فشكت لكم البارح 2008 رغدة 2040 البارح 2040 عام 2040 حال باقي لها 18 عام وما تسمعوش 2040 تقولوا صافرة 2040 لا حاليا كان دي موديل بحال فولفول أي موديل عنده ديازيل لا إسانس كل نفسه بحال ذلك الموديل إلكتريك في فولفول إخوان ندخلون زيال في الإلكتريك كانوا نحن لم نتصنع وتفوتنا تيسلا ونفت الفوت عندنا مدون تقمجها ومن دابا نبدو في الصيناعر وليبتيكار دي السيارات 100% كهربائية شركة بنتلي بنتلي وما أدراك ما بنتلي بنتلي قال بنتلي جدي قالوا من هنا 2030 سنقول لي 100% كهربائية 2030 بنتلي 2030 رونو الإخوان اللي تصنع عندنا وكنستهلكوها بزاف كان مغاربة كل شئاة رونو في ممشي تكينار رونو 2030 سنقول لي 100% كهربائية نستشع الاني نستشع الاني كهربائية بني لا أدراك لتصنع هيا من نعمة سعرف ومن من نحن 100% كهربائية حتى كميوات الإخوان رميك سيارات تجارية سيارات تجارية بعد وثاني لا تسنوش في 2040 هذا حاليا في المغربة كانت طوبيسات 100% إلكتريك كما رأيت ماذا أول طوبيس كانت في الرباط مرحك شفاء طوبيسات إلكتريك تراموية التي تنقلوا بي جميع الكازويين في إلكتريك وخذكم تعرفوا أن 66% البترول العالمي ده بسمعوا معين زيان 66% البترول العالمي تستعمل و تستهلك في الترانسبورت يعني في السيارات و الطموبينات و شيء كامل يترنا عليه تخيلوا معي 66% البترول العالمي كمشي بطاع ترامسبورت 28% كمشي بطاع الصناعة 3% كمشي الساكن وجوش في المئة اللي بقى كوميرسيال تجارة ده براجعوا للعرض والطالب اللي قلت لكم في الأول ندينا فصين في 17.5 مليون دين السكان كورا الأرضية في 8 مليون 17.5 مليون دين السكان دخلوا في ديورهم البترول هفط 837 دولار 90 دولار من 137 إلى تقريبا 90 طالب ديور مدينة وحدة في العالم هفطت البترول الريبو دابا كان هدروا الإخوان 2030 2035 2040 كان هدروا الستوستين في المئة كتار من خمسين في المئة ديور العالم غيو اللي كهربائي بإمكانك تطوير من خمسين باستوى الناس باستوى الناس باستوى الناس باستوى الناس باستوى الناس كان هما يصوى الناس من المئة اكتوى الناس باستوى الناس مدينة مدينة باستوى الناس